السلام عليكم يا أصدقاء في فيديو جديد لشرح كريتا برنامج الرسم وصنع الرسوم المتحركة سنركز في صنع هذا الانيميشن على أداة المربع وأداة التقطيع ثم أداة انتقاء الألوان هنا لدينا ثلاث طبقات طبقة الفتاة وطبقة الطاولة أو المكتب هنا سأقوم بتثبيت الفريم الخاصة بها ثم لدينا طبقة الكرسي سنذهب إلى الطبقة الأولى وأقوم بتلوين فريم الفتاة بالألوان المناسبة هنا سأقوم بتسريع الفيديو ربحا للوقت أهم شيء يا أصدقائي في هذا الدرس هو أن نتعلم فكرة أساسية مهمة جدا وهذه الفكرة اسمها إرجاع الشيء لما كان عليه بمعنى أنه مهما فعلنا من حركات لهذه الفتاة فيجب أن نحافظ على الأشياء المكونة لها سواء لون الشعر والبشرة أو لون الضل أو لون الثياب إلى آخره بعد الانتهاء نذهب للخط الزمني ونختار أداة الممحات ونقوم بتكبيرها قليلا ثم نقوم بمحو الوجه وجزء من الجسم بهذه الطريقة بعدما تشكلت الفريم الثانية في الخط الزمني بسبب الممحات نضغط مباشرة على أداة المصباح في طبقة الفتاة ثم نبدأ برسم هذه الحركة سنعتمد على أداة انتقاء نفس اللون من أجل إعادة الألوان لمكانها أما بالنسبة للون الضل فالحصول عليه سهل جدا يعني بمجرد تنزيل الشفافية إلى الدقة التي تريدها يمكنك الحصول عليه إذن هنا حصلنا على اثنان فريم وهي فريم واحدة يا أصدقاء في الأصل نذهب في الخط الزمني لمكان تشكل الفريم الثالثة ثم نختار أداة المربع ونحرك الشخصية قليلا لنحصل على حركة الانتباه وكأن هذه الفتاة تنظر لمشهد ما من نافذة المدرسة أو نافذة المنزل إلى غير ذلك بعدما حصلنا على ثلاث فريمات نختار لون البشرة ونقوم بمحو ملامح الوجه في الفريم الثالثة بعد ذلك نختار أداة التقطيع وأداة المربع مباشرة ثم نقوم بتغيير حركة الأعين ثم نختار أداة التقطيع مجددا لكي نزيل تأثير التقطيع ثم نقوم بنفس العملية في العين الأخرى ثم نختار أداة التلوين ونعيد تلوين أماكن التقطيع أيضا ثم نزيل بقية آثار التقطيع بأداة فرشات الرسم هنا نبدأ في وضع ملامح أو تعابير جديدة بعدما قمنا بمحو التعابير السابقة بعد ذلك نقوم بشيء مهم وهو إبعاد الفريمات عن بعضها البعض بهذا الشكل ثم نترك مسافة فاصلة بين كل فريم وفريم أخرى الآن في هذه الفريم وهي صراحة أهم فريم لأن عملية التعديل ستكون مهمة جدا لكي نحصل على حركة الفتاة وهي تضع يدها في جزء من وجهها كما شاهدنا في بداية هذا الفيديو لذلك سنختار المكونات السابقة للحصول على تلك الحركة سنختار أداة التقطيع ونقوم بتقطيع الرأس بهذا الشكل ثم نختار أداة المربع لإزاحة الرأس هنا يا أصدقائي سنقوم بإزاحة رأس هذه الشخصية بهذه الطريقة في كل فريم على حدة ثم بعد الانتهاء نختار أداة الممحات ونقوم بمحو هذه الأجزاء فقط من الجسم ثم نضغط على أداة المصباح ونبدأ في رسم حركة اليد وهي تتجه نحو الوجه نفس الشيء نفعله في الفريم التي تليها مع رسم اليد وهي تقترب أكثر نحو الوجه ثم الفريم التي تليها نرسم اليد وهي تلامس الوجه مباشرة بعد الانتهاء من كل هذا نختار أداة انتقاء الألوان ونضع كل لون في مكانه إضافة إلى الضل كما فعلنا في السابق ثم نختار أداة الفرشات ونقوم بإزالة آثار عملية المحو التي تسببت فيها أداة الممحات يعني المسألة المهمة كما أخبرتكم في البداية هو إرجاع الحال لما كانت عليه وهذا ما أحاول فعله الآن نختار أداة الضل في مكان الأقلى ونضعها في هذه الفريمات بعد الانتهاء نظهر بقية الطبقات ثم نبتعد قليلا في الخط الزمني ونقوم بتثبيت نفس الفريم عبر أداة المربع ذو الطبقتين ثم نختار أداة الممحات ونقوم بمحو الفم فقط بعد ذلك نقوم بتثبيت فريم الفم وهو غير موجود عبر أداة المربع ذو الطبقتين حوالي خمس فريمات ثم في كل فريم من الفريمات الخمسة نرسم حركات مختلفة للفم بهذا الشكل ثم نقوم بعملية تلوين الفم بالألوان المناسبة سنختار مجددا أداة انتقاء الألوان لإرجاع لون البشرة لما كان عليه ثم نزيل تأثير الممحات بأداة الفرشات من خلال نفس لون البشرة الآن نعيد إظهار بقية الطبقات ونجرب المقطع هنا لم ننتهي بعد سأقوم بسحب هذه الفريمات التي يتحرك فيها الفم وأقوم بنسخها من خلال عملية كوبي كولي لنحصل على فريمات كثيرة ومشهد متكامل يا لهم المشهد جميل أتمنى أن ننال إعجابكم هذا المقطع ونلتقي إن شاء الله في درس آخر لشاح كريتا تحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر